اليوم عندما تكلموا على الجرائم الفرنسية وما الآثار اللي ما زالت حتى اليوم فهناك آثار اقتصادية حتى اليوم والتعامل مع فرنسا أيضاً اقتصادياً يجب الآن أن نضعه جانباً كذلك عندما تكلموا على فيما يخص التربية والتعليم فكثير من البرامج التي كانت في المنظمات التربوية السابقة مستبدة من البرامج الفرنسية يجب أيضاً التخلص من ذلك وبالتالي فجرائم فرنسا في الجزائر هي كثيرة ومتعدلة لا تعد ولا تحصى لكن أستاذ ألا ترون أنه رغم كل هذه الجرائم رغم أنه في أدلة وفي براهين على أنه جرائم فرنسا حقيقة لا تختفر يعني هذا المستدمر البشع يعني استطيع القول أو استطيع أن أصفه بالبشع وربما هذا أقل وصف يمكن أن نصفه إياه كل هذا ولكن فرنسا اليوم لا تزال تسر على النكران يعني تنكر جرائمها لا تعتذر لا تعود يعني أين الخلل ما هو السبب هل يعني في نفس الوقت يعني في وجهة نظر أخرى دكتور هناك من يقول أنه ربما مصادرنا التي أرخت للثورة اهتمت أكثر بالجانب التاريخي واهتمت بالجانب العسكري ولم تهتم بالجانب الحقوقي وحتى السياسي لكن أهبلت الجانب الحقوقي لا هي في الحقيقة اليوم الجزائر قطعت شوط كبير في هذا الجانب لماذا؟ لأن اليوم الجزائر في مرحلة قوة لازم تكلموا على حقيقة لماذا هذه المرحلة قوة يجب على أن تستثمر فيها الجزائر أو الدولة الجزائرية بوزاة الخارجية وكذلك بمؤسساتها المتنوعة من أجل أن فرنسا كين هناك محادثات مؤخرا في هذا المجال وستجد نفعا أقول ولكن إذا كانت إرادة والعزيمة متواصلة وبالأخص الإرادة السياسية لازم تكلموا على الإرادة السياسية إذا واصلت بهذه الوثبة وبهذا التسارع فالوقت تقصير من أجل أن فرنسا تعترف لأن فرنسا خايفة اليوم من أنها ستحاسب في المحاكم الدولية وإذا بدأت المحاسبات والمحاكمات لن تنتهي لن تنتهي لأن جرائمها لا تحصل وتعد وتبقى هذه الجرائم وصمة عارم في جبين فرنسا